اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ننتقل بعد التطبيق المجاني لراديو سوا على الهواتف الذكية إلى صفحتنا على موقع فيسبوك فيسبوك دوت كوم سلاش سوا نبدأ مع مصطفى من العراق الذي يقول إن أردت أن ترى مدى تقدم مجتمع ما فانظر إلى وضع المرأة الشعوب تتقدم بالفكر والاعتراف بالمرأة على أنها قادرة ومتمكنة بممارسة كل حقوقها بحرية ولا فرق بينها وبين الرجل في شيء سيمو أنا هو اسم طبعا من المغرب يحيي المرأة في يومها يقول سيمو المرأة بالنسبة لي هي أساس المجتمع والكون بها يشهد الاستمرارية فهي العيد لكل يوم وهي سر نجاح كل رجل ما أروعك يا سيدتي شكرا لك يا سيمو بثينا جمال تقول لقد وقعت المرأة العربية في فخ التحرر فبعد أن كانت الأم القائدة لمنزلها والحريصة على تنشئة أولادها تنشئة دينية واجتماعية وعلمية جيدة تساعدهم على بناء المستقبل أصبح همها الأكبر متابعة آخر صيحات الموضة والتسوق وتقليد الفنانات والمشاركة في الاجتماعات النسائية التي لا تكاد أن تكون سوى حبر على ورق خالية من المضمون الجيد والأهداف البناء زهور بو صلاح من تونس تثني على المرأة التونسية وتقول مرأة تونسية تستحق أن يحتفل بهذا أو تحتفل بهذا اليوم لما تتمتع به من حقوق وحرية نعم قاسم نجم من العراق يبارك للمرأة في يومها ويقول نبارك للمرأة العربية بيومها المرأة العربية رمز للتحدي والصمود رغم كل الضغوط التي تواجهها من المجتمع دينية كانت أو اجتماعية ويضيف نفتخر بها هي الأم والأخت والزوجة والزميلة لمار ناني تقول على ما هي عليه أو على ما هي عليه يعني الأوضاع لم تتغير وقوية هي وقت القوة وحلوة وقت الحلاوة هذا ما فهمت من كلامها وصبورة وقت الصبر كل عام والعالم ماشي ببركة المرأة هو كل شيء بيمشي على المرأة المرأة فعلا قوية وصبورة المرأة الأم والأخت يعني ننتقل إلى أبو حيدر يتساءل أبو حيدر أنه يوم هيدا المرأة العربية ما بتعرف إلا هات للبيت لازمه غراد مغضوم أبو حيدر نريد أن نعرف رأي زوجة أبو حيدر في هذا الكلام أبو جعفر السعيدي من العراق يقول المرأة العربية قطعت مشوار كبير عبر عقود من الزمن لتجد نفسها في محطات متقدمة ومتطورة واعتلت مناصب سيادية في الدولة والحكومة ولديها مشاركات في كافة المجالات الوظيفية والعملية كان كمال من العراق أيضا تثني على المرأة في كردستان العراق وتقول هنا في كردستان العراق بين كل تلك الأوضاع الصعبة التي يعيشها شعبي في كردستان ومدينة كاركوك الصامدة بوجه القتل داعش تقف المرأة إلى جانب أخيها البشمركا الأبطال للدفاع عن الوطن هكذا كنا ونكون دائما النصر لنا والوفاء للوطن دوما نتحية بشمركا تحية كردستان الصامدة ومن الله التوفيق والكلام لكاني كمال رانيا لديك معجب هو حبيب عيسى من السودان دعيني أقرأ ما يقول شكرا يا حبيب المرأة هي الحياة وتستحق كل شيء طبعا أنا أول مرة أشارك ومعجب بالبرنامج شديد لكن خالص تحياتي لكم جميعا وخاصة تحياتي إلى رانيا أبو حسن شكرا لك يا حبيب عيسى من السودان ونحن نرسل بدورنا من هنا تحية لك في السودان أخيرا سفيان رمزي من الجزائر يقول المرأة في الجزائر تعيش وضعا أروع من المرأة الإسكندنافية صدقوني والكلام هنا ورأيي لسفيان رمزي صادق يا سفيان شكرا لك وشكرا لكل من شارك في الرأي والتعليق على صفحتنا على موقع فيسبوك فيسبوك دوت كوم سلاش سوا ندعوكم للمزيد من المشاركة على صفحتنا على تويتر تويتر دوت كوم سلاش راديو سوا وكذلك على التطبيق المجاني لراديو سوا على الهواتف الذكية انتظرونا الأسبوع القدم في سؤال جديد وموضوع آخر للنقاش انتظرونا وشاركونا مع السلامة إلى اللقاء